هل يقص الصلاة وراء إمام لا يجد كراءة الفاتحة؟ الخطأ في الفاتحة على نوعين ما يسمى باللحن الجليل الذي يفسد المعنى وهذا على الراجح يبطل الصلاة يعني واحد يقرأ آية من آية الفاتحة على غير ما أنزلها الله به بطريقة تؤدي إلى إفساد معنى الآية هذا لا يصح له أن يتقدم للإمامة ولا يصلي بالناس على الأقل الحد الأدنى من شروط الإمامة أن يكون متقنا لما تصح به الصلاة ومنه قراءة الفاتحة بشكل صحيح أما إذا كان له أخطاء مما يسميه العلماء اللحن الخفي يعني الأخطاء اليسيرة التي لا تؤثر على استقامة المعنى وصحته فيكره لمثل هذا أن يكون إماما لكن لا تبطل صلاة